السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد فحديثنا في هذه الليلة سيكون بإذن الله عن الرؤية وسيكون الكلام فيها على عدة عناصر الأول فضل الرؤية ومنزلتها في الشريعة الإسلامية ثانياً أن هذه الرؤية على ثلاثة أقساب ثالثاً بعض الفوائد المتعلقة بالرؤية أرابعاً الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الرؤية خامساً وآخيراً أمثلة للرؤية الصالحة أما فضل الرؤية ومنزلتها في الشريعة الإسلامية فإن الله تعالى قال عن نبي الله يوسف عليه السلام وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم فقوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تفسير الرؤية روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف الستارة في مرضه الذي مات فيه على أصحابه وهم يصلون خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبقى من بباشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ومعنى ترى له أي أن شخصا آخر يراه في هذه الرؤية المبشرة وروا كذلك الإمام أحمد مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وروا التلميدي في سننه من حديث أبي ريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذب وأصدقهم رؤية وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤية ورؤية المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فقول عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان أي في آخر الزمان عند غربة الدين واشتداد الفتن يحتاج المؤمنون إلى المبشرات التي تطمئن بها قلوبهم وقول عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال أهل العلم إن مدة النبوة ثلاثة وعشرون عاما منها ستة أشهر كان الوحي فيها رؤية يراها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عيشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤية إلا جاءته مثل فلق الصبح وقوله عليه الصلاة والسلام أصدقهم حديثا أصدقهم رؤية دليل على همية الصدق وأن أصدق الناس حديثا أصدقهم رؤية والرؤية على ثلاثة أقسام كما روى التلميدي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية على ثلاث رؤية حق ورؤية تحزين من الشيطان ورؤية مما يحدث بها المرء نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أنه ليس كل ما يرى المؤمن في بنامه فهو رؤية فما يراه من المزعجات والمخوفات إنما هو من تحزين الشيطان له وكذلك ما يحدث به في نهاره ويفكر فيه كثيرا فإنه يراه في منامه وبقي الثالث أو القسم الثالث وهي الرؤية الحق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر قال إذا راحدكم ما يكره إذا راحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه وليستعذ بالله ثلاثا فليتحول عن جنبه وليستعذ بالله ثلاثا من الشيطان الرجيم وروا كذلك البخارية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا راحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس أيها الإخوة الأفاضل تفسير الرؤية علم شريف خص الله تعالى به بعض أنبيائه وأوليائه فممن اشتهد بذلك نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة أبو بكر الصديق ومن التابعين محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وغيرهم من الصالحين في كل زمان ومكان ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا أن لا يحدث بها كل أحد فروا أبو داود في السنن من حديث أبي رزين العقيلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرؤية ولا يقصها إلا على واد أو ذرأي أي صاحب مودة أو إنسان عنده علم بتفسير هذه الرؤى والحكم في ذلك ألا يؤولها هذا المؤول تأويلا يحزن صاحبها ألا يؤولها تأويلا يحزن صاحبها أو يؤولها تأويلا خاطئا أما الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الرؤية فمن ذلك أولا الكذب في الرؤية فيقول رأيت كذا وكذا وهو يكذب في كلامه وقد جاء التحذير الشديد من ذلك فروى البخار في صحيحة من حيث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين وليس بفاعل أنه يوم القيامة يعذب من أجل أنه كذب في كلامه وأنه رأى كذا وكذا وهو في الحقيقة لم يرى شيئا ثانيا من الأخطاء اعتماد بعض الجهلة من الصوفية على هذه الرؤى في تحليل حرام أو تحريم حلال وليس من ذلك أن يرى المؤمن في منامه ما يبشره عندما يعمل عملا صالحا ويرى في منامه ما يبشره بقبول هذا العمل أو شيئا من هذا فلا يدخل في ذلك ثالثا ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فإنه رأاه حقا حتى يراه على صورته الحقيقية التي ثبتت في السنة ولذلك كان محمد بن سيرين إذا جاءه رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صفه لي فإن وصفه بأوصافه الحقيقية قال نعم رأيت ورؤي النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرات فروى البخاري في صحيحة من حديث أنس أن نبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي ومن الأمثلة على الرؤية الصالحة رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه عنه فقال إني قال يأبته إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فجاء تأويلها وتفسيرها بعد سنوات طويلة والله جل وعلا ذكر ذلك بقوله ورافع بويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فهو رأى أحد عشر كوكبا إخوته والشمس والقمر والده وهذا ما حصل بالفعل دخلوا عليه وقد أصبح عزيز مصر وسجدوا له وكان ذلك جائزا في شريعتهم فحرم في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمثلة كذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة من حديث أنس بن مارك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت فيما يرى النائم أن في دار عقبة ابن نافع وأتينا برطب من رطب ابن طاب هذه رموز أولها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرفعة لنا في الدنيا وأن العاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب يعني كمل واستقر اللهم رين الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم رين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل خير عمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم اختم بالصالحات آجالنا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد